السلام عليكم و رجعنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم تجميعا رمضانية زي ما نقولون تجميعا بقيمة جدا بطلة وتشغلك جميعا بعض الالترا فما بطلع لكم أكثر من كده وأخليكم مع الفيديو طيب يا جماعة الخير اول شي نبدأ فيه عندنا هي الـ i5 اللي هو 9400F طبعا جماعة الخير كثير من الناس يسأل على الحرف الـ F ايش قصد هذا معناه يا جماعة الخير ان المعالج هذا ما فيه كرت شاشة داخلي مدمج كرت شاشة الداخلي المدمج هذا ما رح تستفيد منه باي شيء اذا كان عندي كرت شاشة خارجي لكن لو مثلا ما عندك كرت شاشة خارجي يشتغل الجهاز عندك بدون كرت شاشة يشغلك مثلا الورد تصفح فيه او زي كده لكن بشكل عام دام عندنا كرت شاشة خارجي اللي هو الـ GTX 1660 Ti رح يكون بدون اي مشاكل فهنا نجي الكرت اللي عندنا هو الـ GTX 1660 Ti قريب من أداء الـ RTX 2060 لكن أقل في السعر وبرضه يعني أقل في الأداء بشيء بسيط من شركة MSI عندنا طبعا الـ Gaming X يعني اللي هو 6 جيجا يجيك فيه RGB زي ما شوونا هذا الـ RGB حق الموجود ومعروفة MSI من أفضل الشركات في التبريد طبعا نشأ نسخة الـ Gaming سواء الـ X أو Z من أفضل النسخ في التبريد في شركة MSI فأنت الكسبان لو تاخذ الكرت هذا وقيمته تعتبر 1251 مش مرة سيئة أعتقد أنها جدا بطل صح لو أزود شوية من بلغ أقدر تيكسا في الـ 60 لكن نحن زي ما قلونا نسوي بالانس في التجميع هذي ونخليه متوسطة في السعر لكن الأداء جدا جدا خارقة في الأداء ستشغلك كل الألعاب على إلترا وطبعا مقصة للـ Full HD عندنا هنا المدربورد اللي هي الأزروك الـ B365M طبعا المدربورد هذه أنا مضطر أخي شركة أزروك معني ما أحب الشركة أنا هذه كثير لكن مضطرني أخذها لأنها تدعم الجيل التاسع من معلجة انتل أغلب الجيال القديمة الـ B365M سمعت إن بعض الشركات أضافوا تحديث للـ BIOS إنك تريد تشغل الجيل التاسع دايركت على طول بدون ما تحدث BIOS أو أي شيء تجيك محدث وجاهز لكننا نتكلم عن شركة أزروك هنا كان نتكلم عن إنها جاهزة ومضمونة لتشغلك المعالج على طول تشبك المعالج ورح يشتغل معك على طول طبعاً نقوق تدعم الجيل التاسع من معلجة انتل والجيل الثامن برضو السوكيت حقيتها اللي هي 1151 حق انتل وتدعم سرعة إلى 2660 DDR4 لكن سوعة الرامات هنا مش مهمة أو غير مهمة نهائياً بسبب أن انتل سواء كان سرعة الرام 2600 أو كان سرعة 3600 رأيتك نفس الأداء عندنا هنا الرامات من شركة G-Skill من أفضل شركة G-Skill في تصنيع الرامات طبعاً RGB سرعة 2400 DDR4 أكيد طبعاً تقدر تسوي لها Sync عن طريق برنامج الموضوع وتحطها على اللون اللي أنت بيه وتجميل اللونين أسود وتجميل الجهة الثانية لون زي الفضي تجميل الجهة الثانية بس عشان تكون الصورة هنا يجي نوع كلها طبعاً نوع واحد هذي لكن من جهتين جهة أسود وجهة لون كأنه رصاصة أو شيء فشي حلو نجي البعض نجي على الخير عندنا هنا من كينغستن اللي هو SSD هذا نضع عليها النظام لماذا نضع دائم SSD 120 أو 240 لماذا لا نضع 1 تيرا؟ لأننا نضع 120 جيجا أو 240 جيجا نضع عليها النظام سيأخذ منه تقريباً 15 جيجا من الحجم وتقدر تحت في منفات بسيطة مثلاً برنامج ومونتاج أو مثلاً تحت فيه اللعبة مثلاً فورتونات أو شيء تبقى تشتغل بسرعة لكن لماذا نضع سعر قليلة السببه السبب الأول السعر يكون رخيص السبب الثاني أنه عندنا الهارد ديسك اللي هو هذا العادي نضع فيها الألعاب وفيها كل الأشياء فهذا نضع عليها نظام فقط فبأي فترة يعني أنا ودي مثلاً أفرمت النظام ودي أفرمت الجهاز أفرمت النظام بس خلاص أموري تمام عجل أن أضيف من جديد لكن لو أحطها كلها في هارد ديسك واحد مثلا الألعاب والنظام يجي تفرمت رح تروح علي أشياء كثيرة فقلنا زي ما نقول السببه إن هي السعر هذا واحد ثانياً إنه فقط رح نضع عليها النظام شي بسيط ما رح نضع عليها أي شي ثاني التخزيير رح يكون عندنا هنا من سي جيت واحد تيرا طبعاً أنصح بالس س دي أو هارد ديسك هذا الميكانيك العادي إنك تأخذه محلي تقريباً رح تطلع عليك أرخص من هنا وهنا وعندنا واحد تيرا طبعاً دائما بالهارد ديسك تخذ سرعة 7200 كأقل شيء هي السرعة زي ما نقولون المنصوح بها وهو المنصوح بها يعني وخذ الكاش حقه اللي يكون 64 ميجابيت فهذا هي مواصفة الهارد درايف أو الهارد ديسك طبعاً نخذ شركة سي جيت أو شركة دويستران ديجيتال هذي أفضل شركتين في الهارد ديسكات الميكانيكية هنا عندنا الباورسدلاي جماعة الخير من EVGA اللي هو الوايت اديشن 650 واط هذي كفي جداً للتجميعة هذه ولو تطور تجميعتك كارت RTX 2070 ما عندك أي مشكلة طبعاً قيمته جداً بطلة وأنا دائماً أخذ هارد ديسكات أو معذراً أخذ بورسدلاي هذا التجميعاتي بسبب قيمته جداً بطلة هذا واحد ثانياً ان البورسدلاي هذا جودته جداً ممتازة من شركة EVGA يعني فممكن تأخذ الجولد، ممكن تأخذ البرونز، ممكن تأخذ السوبر نوبا كلها ممتازة من شركة EVGA ولكن تعتني على ميزانيتك لكن احطت هذا تماشاً مع التجميعة هذه عند الآخر قطعة هنا جوة خير من كوغر هذا الكيس لدينا مراوح RGB 2 أمامية ما في خلفية ممكن أن تضيف وعدها خلفية تكون 120 ميلي وتكون طبعاً بدون RGB هذا الشيء راجع لك لكن دائما خلي خلفية خلي خلفية بدون RGB لأنه ما رح تفرق واجه إذا تبخليها RGB رح تدفع أكثر أكيد وإذا تبخليها بدون مراوح خلفية يعني تمشي الوضع فهذا التجميع عندنا جمعة الخير بالكامل كان تطلع علينا تجميعها كامل من إلى تجميع هذا جمعة الخير يقول لك 3771 ريال طبعاً هذا من أفضل القطع جمعة الخير مستعملة بأجهزة يعني ممكن أن تكون مثلاً تجميع هذا المكان ثاني أخي أرخص من السعر هذا ممكن لكن أنا أتحداك إذا كانوا الرامات G-Skill RGB وأتحداك إذا كان الكرت مستعملة MSI مثلاً يخلي الكرت جيجابايت كمثال ويخلي مثلاً الرامات من شركة تيم جروب أو أي شركة ثانية بدون RGB ستطلع أكيد قيم عليك أقل والمثال يأخذون عادة H310 أو HB360 فأكيد ستنزل قيمة التجميع وهو شيء يراجع لك بالأخير لكن هذا نرى أنه بالنسبة للتجميع تجميع هذه جداً متوازنة تعمل لك أي لعبة تابعة على UltraFog 90F على الدقة في HD هذا اللي عندي جمعة الخيرة اليوم أتمنى أن أعجبتكم تجميعها الرمضانية وهذه التجميع الأولى سأضع لكم مراوطها طبعاً في الوصف طبعاً قيمتها 3771 وهذا شامل الشحن والضريبة لكن يبقى لديك تحويل العملة والويندوز والشياء هذي بعدين لكن هنتكلم عن قيمة كقطع فبس كان معكم بس من نقطة إيسوكا ونقول سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وعيته بليك والسلام عليك الله يبركاته